مما لا شك فيه أن أي ضرر يصيب دولة عربية يصب في مصلحة إسرائيل وأن أي تفكك في وحدة الصف العربي يعني تعزيزاً لقوة إسرائيل فكيف إذا استهدفت الضربة المقاومة مباشرةً للقوى التي تدعمها؟ تريد إسرائيل تطبيعاً مجانياً مع الدول العربية هو أمر تتحدث عنه سراً وعلانياً وهو الشرط لأي تسوية في المنطقة حتى إذا كانت التسوية برعاية أمريكية تتقاطع هنا رغبات الرئيس الأمريكي دونرل ترامب مع رغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الطريق الأمثل لتحقيق ذلك يكون بشيطنة قوى المقاومة الرافضة قطعياً لوجود إسرائيل وليس فقط للتسوية معها وتحديداً حزب الله وحركة حماس ترامب حقق أمنية نتنياهو فالزيارته إلى السعودية أثمرت تصنيف حماس منظمة إرهابية في بيان تبنته دول عربية وإسلامية ليضاف إلى ذلك تصنيف حزب الله في السابق منظمة إرهابية إسرائيلياً وأمريكياً وخليجياً والهجوم الشرس الذي تشنه بعض الدول الخليجية ووسائل إعلامها الآن على حركة حماس ما يعني أن طريق ضرب إسرائيل لقوى المقاومة قد يكون بات معبداً مع الغطاء الذي تمنحه هذه التصنيفات من الممكن القول إن الأرضية لعدوان على غزة موجودة لكن الموقف المصري قد يشكل عقبه فالقاهرة ليس لديها لا الرغبة ولا المصلحة في توتير الأجواء في غزة ولا سيما مع زيارة قائد حماس في القطاع يحيى السنوار إلى القاهرة أخيراً لتلطيف الأجواء وفتح صفحة جديدة مع القيادة المصرية أما العائق في وجه أي عمل عسكري في لبنان فهو قدرة المقاومة بحد ذاتها وباعتراف إسرائيل نفسها فجميع المعطيات الإسرائيلية تشير إلى تشكيل حزب الله قوة ردع حقيقية وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث دائماً عن قدرات الحزب ومنها وصفها أريتس لمخزون حزب الله الصاروخي بأنه غير الميزان الاستراتيجي ضد إسرائيل بذلك يكون أي عمل عسكري إسرائيلي محتمل مغامرة غير محسوبة العواقب قد تعول إسرائيل فيها بشكل أساسي على مواقف الدول العربية من قوى المقاومة وعلى الانقسام الحاد في الرأي العام العربي الذي لم تعد توحده حتى الحرب مع إسرائيل اشتركوا في القناة